السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الغاليين ازايكم عاملين ايه يارب تكونوا بألف خير تعالوا نبدأ النهاردة وصفتنا ونشوف هنعمل النهاردة ايه بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين هنعمل النهاردة طاجن كبد وقوانس عندي كبدة وقوانس وصلتهم كويس وعندي بصل وفلفل واخضر وفلفل احمر وعندي كمان طوم فصوص طوم كده هوريكم هنعملها ازاي هنعمل ايه هنبدأ بسم الله انا هقطع البصل في الكبة ممكن تقطعيها بالسكينة عادي ممكن تقطعيها بالمبشرة انا عطحها كده جوليان فهقطعها في الكبة اسرع بسهل على نفسي يعني زي ما انتو شايفين كده هقطع البصل بتاعي مش عايزاي يبقى سميك ولا عايزاي يبقى رفيع قوي انا عايزاي يبقى وسط كده علشان يبقى مسكر زي ما انتو شايفين كده قطعته وهحط بقى البصل بتاعي ده زي ما انتو شايفين كده انا هحطه في طاسة على النار في معلقة كده من السمنة البلدي الحلوة الجميلة اللي انا بحبها اللي بتقلبزنا وجميلة دي هحطها كده على النار في طاسة وهسخنها وبعدين هنزل عليها بالبصل الناحية التانية انا حط حل علشان احط فيها الاوانس تاخد غلوتين كده قبل ما حطها في الطاجن بتاعي وبعمل شوية رزة ابيض عملته معاكو كتير قبل كده آآ للي بيحب ياكل الكبد والاوانس مع الرز الابيض هقلب بقى كده في البصل شوية انا مش عايزاي لاياخد لون ولا حاجة انا يدوبك بس يعني همشي كده مرتين تلاتة مع السمنة يدوبك يدبله هنا بقى هحط كده الاوانس حطه في المية بتاعت الاوانس بصلاية مقطعها اربعة تربعة كده مش مقطعها رفيع قوي هحط معاها كمان فلفل واحط معاها حبهان وملح بسيط بس لما تخش في السوا وهسيبهم بقى كده على جنب واقلب في البصل بتاعنا مش عايز البصل ياخد لون انا بس عايزاي يدبل كده شوية علشان يبقى مسكر في الطاجن بتاعك خلاص هنا البصل معايا دبل هحط بقى معايا التوم انا مقطعه مش مش عاملا بالهراسة ولا دقاء ولا حاجة انا مقطعه كده خرط صغيرة هحط كمان معاها مكعب مرأ فلفل اسمر وحبهان مطحون وهحط معاها زرة كده من جسط الطيب هتخليها حلوة جدا هقلبهم بقى شوية حلوين كده مع بعض وبعدين اوسع للكبت بقى كده على جنب اخلي البصل بتاقي على جنب وبعدين انزل في المكان الفاضي ده بالكبدة بتاعتي غسلها كويس وغسلها حط عليها ملح وحط عليها عصير لمون وغسلتها ونقعتها كده شوية في المياه ملمون وملح وبعدين اشتغلت بيها طبعا شطفتها من اللمون والملح قبل ما احطتها مع البصل هقلب بقى فيهم اول ما الكبدة كده لونها يعني تغير لونها هقلبها مع البصل طبعا البصل رحته طحفة مع السمنة البلدي مع التوابل طعمها حلوة جدا ورحتها حلوة قوي هقلب بقى فيهم شوية لحد ما الاوانس كده تخش في السوى وبعدين احطها معاهم تاخد من طعم التوابل ومن طعم البصل كمان هحط معاهم فلفل اخضر وفلفل احمر وحط معاها طمط ماية بسيطة جدا صغيرة تكون نشفة ما يكونش فيها اي عصرات بقى يعني ما تكونش فيها اي سويل بتسكر الطاجن وبتخليه برضو يعني طعمه حلو ولونه حلو هحط بقى هنا الاوانس علشان كده شايفين انا البصل هنا هحطه مع الكبدة والبصل اللي انا حطاه لما قلبه بقى هيندمج معهم ويبقى زي البصل اللي انا دبلته في الاول فهتبقى يعني واخدى نفس التدبيلة بتاعة البصل اللي انا دبلته في التوصل الاول هخليهم بقى هنا كده مع بعض يغلوا شوية ويندمجوا كده في كل حاجة وهغطيهم بقى وبعدين احطهم في الطاجن ونشوف هنكمل وصفتنا ازاي هحطهم هنا في الطاجن وهحطهم في الفرن وهغطيهم بورق فويل علشان وشوهم ماينشفش انا عملت معاكو قبل كده الكبدة الفراخ عملتها معاكو بعدين الشيش توك كده عملناها شيش وحطناها في الفرن هنا بقى هعمل العجينة اللي انا هحطها على وش الطاجن عندي دول تلات كوبات من الدقيق حطيت عليهم ربع معلقة من الملح ومعلقة سكر ومعلقة وربع من الخميرة معلقة من اللي احنا بنشرب بها الشربة هقلبهم بقى كويس وهحط كمان معاهم معلقتين من الزيت انا هنا عاملة الدقيق كتير او عاملة عجينة كتير علشان انا هعمل بها حاجة تانية معاكو هوريها لكم شايفين هقلبهم بقى كويس مع بعض واحنا عارفين طبعا اني الدقيق بياخد ميا حسب نوع الدقيق كل دقيق بيختلف عن التاني فانا هنا هحط الميا اللي معايا ولو احتاجت ميا هحطي لها محتاجتش خلاص ولو طلعت معاك العجينة طرية اوي ممكن تزودي دقيق ولو طلعت يابسة ممكن ان انت تزودي ميا احنا عملنا مع بعض كتير اوي معجنات وعارفين العجينة ازاي بتوصل معنا لدرجة كويسة هنا بقى نزلتها من البولة وحطيتها على المفرش كده وقعدت ادعك فيها وعجينة هشمل ويمين لحد ما بقت معايا زي الزبدة حلوة اوي شايفين هي بتلزق في الايد شوية ده دي هتديني نتيجة كويسة هحطها بقى في البولة تاني هحط معايا معاكو يعني معلقتين كده من الزيت وهقلبهم في البولة بتاعتي وهحط على وشها كده املس على وشها بالزيت حطتها بقى وصبتها لما خمرت خالص وبقت زي البلونة زي ما انتو شفتوا كده هفضي منها الهوى اللي فيها وحط دقيق على المفرش وابتدي اشتغل في العجينة اللي انا هحطها على الطاجن من فوق طبعا الطاجن كان في الفرن وبعدين هحطه بقى دلوقتي هحط عليه العجينة بتاعته وهدخله الفرن تاني علشان العجينة تستوي احنا كده الكبد والقونس مستوية معنا وحلوة قوي عملت برضو معاكوا قبل كده الكبدة اللي هي المزليكة ابقوا برضو شوفوها هحاول ان انا هحطلكوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف هفرد بقى العجينة بتاعتي كده ومش هخليها لا رؤيا قوي ولا ساميكة قوي هخليها وسط كده علشان تديني من فوق طبقة ينفع ان انا اغمس بقى بيها الطاجن الجميل ده هفردها كده وهجيب الطاجن بتاعي بعد ما خرقته من الفرن هشيل الفويل وهفرد بقى العجينة على الطاجن بتاعي شايفين شكله حلو ازاي لا مسمر ولا اي حاجة ولو انت عايزة ان هو يبقى فيه صوص شوية ممكن ان انت تحطي حبة شربة من اللي انت سلقتي فيهم الاوانس انا عملت كده لان الاوانس بتاخد سوى شوية فانا كنت عايزة هتبقى مش عايزة اخليها تغيب في الفرن وكبدة طبعا بتستوي بسرعة ولكن الاوانس بتاخد وقت فعلشان ما تاخدش وقت في الفرن وكبدة تنشف فانا حطيت عليها يعني سلقت الاوانس الاول خلاص بقى حطيت العجينة كده وزبطتها وخليت شكلها حلو على الطاجن عندي بقى بضاية سفار بيضة حطيت عليه رشع من الخلي كده وهقلبهم وبعدين ادهم بهم وش الطاجن بتاعي هيديني لون حلو قوي تحطيها بقى في الفرن لحد ما تاخد لون احنا خلاص الكبدة بتاعتنا مستوية وكل حاجة احنا بس بنسوي العجينة تحطيها في الفرن ولما تاخد لون معاك وتستوي تطلعيها رشيت بقى عليها سمسم انت ممكن لو عايزة ترشي اوكي مش عايزة ترشي مفيش مشكلة هنا بقى عندي قطعة كده من العجين هعمل بيها صندوتش جميل جدا يعني كان طالع طحفة بصراحة آآ بططت العجينة بس بالشكل البيضاوي ده وبعدين خليتها على جنب لما تخمر شرطتها كده بالطول وبالعرض علشان تديني شكل حل والطاجن بتاعنا طلع اهو آآ ممكن اغمقه شوية عن كده او فتحه دي بتاعتك انت بس علشان آآ انا مش عايزة يعني مش عايزة اللون ده لونه كده حلوة قوي ومستوي وزي الفل بسم الله شايفين شايفين بقى الكبدة بتاعتنا شكلها حلوة ازاي لو انت عايزة فيها سوس زي ما قلتلك ممكن انت تحطلها معلقتين او كبشة كده من الشربة بتاعت اللي انت سلقتي فيها القوانص حلوة قوي العجينة بتاعتنا مستوية بس هي واخد الشكل ده لان هي تعتبر عرقانة من البخار هنا بقى الصندوتش بتاعنا كمان طلع شايفين شكله حلوة ازاي ده بقى خليته يتحمص شوية علشان انا اللي هاكله شايفين شكله حلوة ازاي تقطعيه بقى من ناحية دي تقطعيه من ناحية دي ممكن تقسميه اتنين وتحشيه هيبقى حلوة قوي هفتحه بقى كده معيكو شايفين بس هي اللي بابا بقى بتاعته اللي جوه دي يعني اتلمت في السكينة لانه هو لسه سخني جدا انا لسه مخرجوه من الفرن هحشيه بقى من الطاجن بتاعنا الجميل ده هحط فيه كبد وقوانس كده بالبصل بتاعهم ومش هحط عليهم اي حاجة ولا هحط عليهم اي صصات ولا اي حاجة هيبقى معاكو بالشكل الحلو ده كان طعمه حلو جدا اه ممكن العجينة بتاعت الصندوش دي تروح يرش عليها رشة من الزعتر وزيت الزتون هيبقى طعمها حلوة قوي لكنها عجينة بيتزا شايفين شكلها حلوة قوي ده بقى كان طبقنا الرز الابيض اللي انا كنت بعمله للي هيكل بقى رز وغرفة الطبق بتاعنا بالشكل الحلو ده يا ربي يعجبكو وان شاء الله بإذن الله جربوا وصفتي وتعجبكو واستنى رأيكم في الكومنتات هتعجبكم جدا وطبق هتعمليه تغيير هينفعك جدا في رمضان يعني ممكن ان انت تسييفي الفيديو ويبقى عندك على الموبايل بتاعك وقت ما تبقى محتارة تعملي ايه ومستعجلة وعايز تعملي حاجة بسرعة ممكن تعملي الكبد والقونس بالطريقة دي وتعملي جنبهم شوية رزة او شوية مكرونة هتبقى حلوة قوي شايفين كنت معيكم من قناتي ومطبخي منشف لأشوفوا الشوكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تنسوش اللايك ومتشكري جدا ليكم